وإن ما فيش جيل بيجي إداري مجلس إدارة مثلاً أو رئيس نادي ما بيجيش يكسر في اللي قبله يعني فيه برضو نقدر نقول هنا حالة من السلام الاجتماعي جوه إدارة النادي الأهلي ما فيش حد بيجي يقول اللي قبله ما عملوش ده أنا أكتر واحد عملت طيب ما أنا بقول حضرتك ما وده في حد ذاته يداري المجلس اللي قبله ورئيسه وعلى مجلسه وبيبني على نجاحاته لا وهي جات فترة كان كابتن صالح كابتن حسن حمدي كابتن محمود الخطيب والمهانس محمود طاهر والأرباع كانوا في مجلس واحد وفي مجلس واحد صحيح وكان موجود قبل كده وحتى المهانس برايب المعلم اللي تنافس في مرة على رئاسة المجلس كده إذن هي العملية منافسة بين الأسرة اللي بيكسب الكل بيقف جنبه يعني أنا بشوف مثلا كابتن حسن بيبقى في المناسبات المختلفة بيبقى مؤيد صحيح بلاش كده الدكتور حسن مصطفى اللي هو نزل الانتخابات مرة واحدة أمام الكابتن صالح سليم ويمكن أنا قريب قابلته ألا أنا نزلت مش عشان أنا عايز أخذ منه لا كان لها قصة كده المهم أنه هو صمم أنه ينزل بس هو من جواه بيحمله كل احترام وتقدير فبالتالي عايز أقولك أنه ما فيش اللي هي المنافسة مش معنى نفسك في الانتخابات أني بحملك ضغينة يعني لا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني لكن في النهاية بتبقى قيم الأهل ومنظومته بتجمعهم يعني الواحد لما بيشوف كابتن حسن مصطفى مع كابتن حسن الحمد وكابتن الخطيب دلوقتي مثلا بمسعيد جدا بهذه الرموز يعني في النهاية هو زي ما حدك قلت فليتنافس المتنافسون وفي النهاية اللي يكسب احنا معاه طبعا ده شيء طبيعي وأنا بقول إنه هو ده القيمة برضو الكبرى اللي موجودة انجازات بقى المجلس الحالي لابد إنها يعني بعد كده الناس ستتكلم عليها هتبقى إضافة لانجازات خارج الصندوق